قام سيادة المطران موسى الحاج مطران حيفا والأراضي المقدسة بزيارة إلى مطرانية الروم الأرثوذكس في عمان رافقه خلالها المونسينيور غازي خوري رعي الكنيسة المارونية في الأردن حيث كان في الاستقبال الإرشمندريد فنيديكتوس كيال نيابة عن المطران خريستوفوروس وجمع من الكهنة الأجلاء وقد رحب الإرشمندريد كيال بسيادة الأسقف الماروني وشكره على الزيارة الكريمة شرفنا بزيارة مقر مطرانية الروم الأرثوذكس إخوتنا في عمان واستقبلونا الأباء جميعا أكيد سيدنا مسافر يتمنى له أنه سفرة موفقة وعودة بالسلامة وتحدثنا مع بعضنا البعض كأخوة برسالاتنا في عمان وفي الأردن وفي الأراضي المقدسة وهذا الشرق ونحن نتمنى دائما التقدم والإزدهار لكل الكنائس ونحن كنيستنا أكيد لدينا حضور رعية واحدة هي مرشاربل بعمان ومبارح جينا حتى نحتفل بعيد مرشاربل بوجود أخوتنا وسيدنا المطران بعض كمان ممثل كان حاضر معنا وكنا كتير فرحنين ونتمنى أنه هالأعياد يلي هي بتقربنا دائما بعضنا نكمل فيها لحتى نشهد لإيماننا المسيحي مع أخواننا المسلمين يلي نحن عايشين مع بعضهم معهم عائلة وحدي بكنف جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم ونتمنى السلام لهذا البلد الأردن هالواحة يلي هي بهالشرق الأكتر أمانا واستقرارا أنه هالشي عم على كل منطقة الشرق والناس كلها تعيش بسلام ونحن بنعرف السلام منطلق من أمير السلام يلي هو ربنا يسوع المسيح يلي إجا وأعطى السلام بهالأرض لكل العالم ونشكرهم على استقبالهم وإن شاء الله ربنا يكون معنا دايما حتى نكمل الرسالة اللي طلبها مننا شرفنا بزيارة المطران موسى الحاج من الكنيسة المارونية هي دمن زيارته باحتفال الكنيسة المارونية هون بعيد مار شربل وكانت فعلا زيارة جميلة جدا تبادلنا فيها الأحاديث تبادلنا فيها الخبرات المشتركة وصلنا له كمان ترحيب سيدنا المطران اللي هو مش موجود كان معنا اليوم بسبب سفره وكانت زيارة موفقة حكينا فيها عن الوضع المسيحي في المنطقة عن الوجود المسيحي في المنطقة كيف الكنيسة ممكن تدعم وجود المسيحيين في المنطقة خاصة إنه منعاني من مشكلة الهجرة اللي هي موجودة في لبنان وفي الأردن وفي بعض الأمور كمان اللي حكينا فيها بتخص الوضع المسيحي بشكل عام في الشرق الأوسط كما توجه سيادة المطران موسى الحاج بعد ذلك إلى مبنى مكتب فضائية نورسات في عمان حيث كانت الدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأردن والأراضي المقدسة في استقباله والوفد المرافق وقد استمع سيادته من الدكتورة السمعان إلى شرح وافن عن نشاطات المكتب ومعيات الكنسية والمحلية تلا ذلك جولة تعرفية لأقسام المكتب وستوديو الأخبار الذي يتم فيه إعداده وتسجيل المواد البرامجية والإخبارية حيث أعربت السمعان عن سرورها لهذه الزيارة التي تعد الأولى للمطران الحاج منذ تسلمه زمام رعايته على الأراضي المقدسة كنا سعيدين اليوم بزيارة سيدنا المطران موسى الحاج لمكاتب نورسات في الأردن وبرفقته أبونا غازي خوري والشمال صبحي مخول هاي الزيارة الأولى لألو لسيدنا موسى الحاج تحدثنا فيها على رسالة نورسات الإعلامية والإنسانية والثقافية والاجتماعية من حيث النشاطات الكنسية وتقطية الاحتفالات الكنسية على المستوى المسكوني وتطلع كمان عناشات نورسات من حيث البرامج اللي بيقوم فيها من سورة الأردن في أسبوع وأشاد في الرسالة نورسات الإعلامية اللي عم تساعد الإنسان المؤمن للصلاة تساعد في بناء ثقافة المحبة ثقافة السلام والطلاقي مع الآخر فيوصلهم كل شيء بالضفة وبلبنان وبكل العالم مبسوطة كتير أني أسمع أنه سيدنا أنه أخبار الكنيسة ونشاطاته في الأردن عم بيسمعها من برة فكان هذا بالنسبة لقيل الفقر كبير أنه أعشاد فيه سيدنا اطلع على الأعمال من قوم فيها هون بالستوديو ومن ناحية التحرير نسر المعلومة وأيضا كمان اطلع على الإرشيف الأرشيف اللي إحنا منخزنا هون لنشاطات كل الكنيس فهذا كمان قيمة المكتب يقوم فيها اللي هو أنه يوطق أي الأحداث الكنيسية من خلال المواد اللي بينشرها وطلب التعاون بين الكنيسة المارونية اللي كان هون بمركز مار شربل كنيسة مار شربل اللي على طريق المطار من نشاطاتها ومع النورسات في التخطيط الاحتفالات وأيضا في النشر والإعلان لنشاطاتهم تحدثنا عن مشروع المختص إن شاء الله قريبا سيتم البدء في بناء المرحلة الأولى بالكنيسة وأيضا بالنشاطات اللي بيقوم فيها أبو نغازي براعيته بمركز مار شربل كمان نشاطات رعوية إحنا سعيدين زي ما حكيت بالبداية بهاي الزيارة إن شاء الله تتكرر مجددا في تعاون كمان مستمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر